اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادى ساعدة وزير الخارجية ان انعقاد اعمال هذه اللجنة يؤكد الرغبة المشتركة للبلدين الشقيقين في تطوير وتنمية علاقات التعاون الثنائي بينهما وتوسيع افاق التعاون والتنسيق المشترك في كافة مجالات التعاون معربا عن الشكر والتقدير للجهود الطيبة التي بذلتها لجنة كبار المسؤولين في الاعداد والتحضير الجيد لاجتماع اللجنة كما القى معالي السيد ناصر بوريطة كلمة اعرب فيها عن سعادته بزيارة مملكة البحرين للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة مشيدا بما تتميز به علاقات الاخوة والتعاون المشترك بدعم وتوجيه من صاحبي الجلالة عهلي البلدين الشقيقين معربا عن ثنائي وتقدير القيادة المغربية لقيام مملكة البحرين بانشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بالصحراء المغربية واشاد معاليه بما تشهده علاقات التعاون المشترك من تطور وتقدم يعبر عن صدق العلاقات الاخوية طوال خمسين عاما من العلاقات الدبلوماسية الايجابية والبناءة مؤكدا اهمية موصلة الجهود لتطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك على كافة المستويات وبحثت اللجنة مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات وما تحقق من نتائج طيبة ومثمرة اسهمت في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاجتماعي كما استعرض الجانبان اوجه التعاون المشترك بين وزارتي الخارجية ومجالات تعزيزها على المستويين السياسي والدبلوماسي والتدريب الاكاديمي وحماية حقوق الانسان واستعرض الجانبان تطورات الاوضاع السياسية والامنية والتحديات والازمات التي تواجه دول المنطقة وتداعيتها على الامن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر